دينا من جديد عندنا النهاردة الحقيقة فقرة ملهمة بنتعرف على مجموعة من السيدات المصريات ممكن نقول كده أن هم تحدوا التقاليد والمفاهيم السيدة وقرروا أن هم يقوموا برياضة صعبة وخطيرة هي رياضة تسلق الجبال عادة بترتبط بالرجالة بشكل كبير مش بالستات ولكن طبعاً إحنا عندنا الستات بيعملوا كل حاجة ما شاء الله ديوفنا النهاردة أثبتوا أن كل شيء ممكن فأعمارهم الحقيقة بين التلاتين والخمسين وبنتكلم في رياضات قرروا يخوضوا من خلالها مغامرة للتسلق طبعاً في أفريقيا بشكل كبير جبل كلمانجارو وكمان كان هدفهم رفع الوعي ضد التميز على أساس السن إثبت كمان أن العمر مش عائق أمام تحقيق أي إنجازات كبيرة تعالوا النهاردة نتعرف على ديوفنا اللي منعوريني ومشرفيني الأستاذ داليا تلاوي أهلا بك يا أستاذ داليا أهلا بحضرتك صباح الخير على حضرتك كذلك بتشرفني الأستاذ صفى نظير أهلا بك يا أستاذ صفى وكمان أستاذ أماني خليل أهلا بك يا أستاذ أماني أهلا بك ثاني لقاء بيجمعنا أيها وكل مرة بيكون فيه تحدي جديد قائد الفريق مش قائد بس يعني الفكرة جد كده وقلنا يلا كلنا بنات نطلح مع بعض أنا أعرفهم كلهم طبعاً بس الحلوة في الموضوع أن هما ما كانوش يعرفوا بعض والمغامرة دي عرفتنا بعض واكتشفنا حاجات كتير طبعاً أعرف أن حضرتك طبعاً بقى كان لكي بعض فإزاي يعني شجعتي ناس أن يتعمل حاجة فيها مغامرة ومش سهلة هي كانت سؤال بصراحة أنا كنت أعرف الباكراون بتاحهم كل واحد وقلت لهم إيه رأيكم تيجوا تطلعوا معايا جبل كلمانجيرو وهي البداية جات من واحدة زملتنا كان عايزة تقضي عيد من لدها الستين فوق على الجبل على الجبل وفعلاً غننا لها فوق على الجبل فلما جات كده قلنا ما تيجي نعملها كسيدات مصريات عشان نشجع بعضينا ونشجع غيرنا فكلهم وفقوا الحمد لله الطلعة دي كان فيها كم مغامرة أحنا كنا تمانية والطلعة قد طلعة طويلة شويتين خدت مننا ثمانة يام ونكحت الارتفاع كان كمت تقريباً ستة الاف يمس وربيض اه خمسة الاف ثمانمية خمسة وتسين احنا هنا بنطلع سمت كاترين دي لون احنا يعني عدنا لبن الوحش احنا كربنا سمت كاترين كبداية وقلنا يا عام كده هزار بقى جلد من ستة الاف بس مغامرة حالة من فوق اللي يعمل ازاي ساعة بس طبعاً فرحتنا ان احنا لما وصلنا والتعب اللي احنا كنا حاسين به في الاول حاسين ان هو راح هنفتكره طبعاً لما نشير الصور مع بعض لكن اتعلمنا كتير صراحة وما كانش سهل بس كلنا مع بعض حققناها فيها متعة يعني أنا بقول أنا أفتكر لو كنت الوحدي ما أفتكرش كنت أعملها لا بصراحة لا بصراحة لا بصراحة لا بس كلنا كنا مع بعض حلو ففرقت فرقت استمتعته كتير فيه لها أوقات وأوقات فيه في الآخر ما كناش عايزين نشوف بعض نتكلم مع بعض لما وصلنا فوق بس طبعا نما وصلنا للبيك بقى كنا فرحانين بنفسنا فرحانين جدا طيب صفت بالنسبة للطلوع أسهل ولا النزول أو فكرة أنت بتكسري الخوف بالنسبة لك التجربة كده من أولا لأخيرا كان شكلها إزاي هو أنت بتحس أن أنت ما بتوصل للقمة أن أنت خلصت المشكلة أن أنت ما بتبقاش خلصت أنت كل اللي تلعته ده محتاج تنزله تاني وأنت بتبقى خلاص يعني كل الحماس أن أنت وصلت للقمة خلاص اللي باقي بقى فهو بالنسبة لي كان النزول الأسعط أنت شايفة بقى المشهد من تحت مرعب أنت طلع يعني مجهولة بهدفك اللي فور أنا وصلت فمتخيلة أن أنا خلاص يعني عايزة أدخل البيت بقى فبيتلاقي أنك لأ كل اللي تلعته ده محتاج تنزله تاني طيب أنا عايزة أتكلم برضو على خبراتك السابق كأن أستاذ أماني قالت أن أنت عندكم كان إلى حد ما لي علاقة بالقصة فأنت بالنسبة لك كان إيه الخلفية بتاعتك؟ أنا كانت بدايتي جاري برضو وجات مع الكورونا إما كل حاجة أفلت وكنت محتاجة عايزة أخذ أجازة من شغل يغير جوه كل حاجة أفلت فقررت طيب هجرب أن أنا أطلع في سانت كاترين أجرب تصالق الجبال وطلعت وحبيت الموضوع جديد إلتر ما بين بقى سانت كاترين والرحلة الأخيرة سانت كاترين يعني أنت الجو طبعاً مزاي هناك أنت هناك مينوس فورتين نقص الأكسجين مع الارتفاع نقص الأكسجين بيبدأ يقل كل يوم أكتر أكتر فما بتوصل للقمة بتبقى لو خدت خطوات بسيطة بتبقى مش عارف تاخد نفسك فالارتفاع ده الارتفاع ودرجة الحرارة فرق كبير طيب ناليا بالنسبالك برضو نحب نتعرف عليك أو إزاي بدأتي تنضمي للفرقة وإزاي بدأتي تكوني مغامرة بروفاشنال أوكي مش بروفاشنال قوي يعني بس أماني سنة اللي فاتت قالتلي في الصيف قالتلي أنا بفكر نعمل كل ما نجاهه وإنتي بتعملي هايكينغ مع العيلة كتير في سفرياتكو أنا شايف أن أنت هتبقى معانا كويس قوي معاني ما عملتش تسلقات قبل كده هايكينغ بس يعني بس ما فكرتش الحياة قتلها ياس أنا معيكم الفكرة إن في الفترة دي ولادي كبروا والصغيرة خلاص دخلت الجامعة أصغر واحدة فعندي وقت أكتر فعندي وقت أكتر أطمارا لحاجة جديدة نعمة بجري بعمل رياضة فتنس حاجات كده بس عمري ما عملت حاجة كبيرة تب الولاد ما قالوش نيجي معاكي كده ونستكشف معاكو بالعكس هم شجعوا جدا بس بتهيألي ممكن هم يعملوها مرة تانية والله هتبقي متطمنة هم رايحين يعملوا ده الوحديهم بالعكس لما تعملها وتشوف الظروف بتبقى متطمن أكتر من لو هم كانوا اقترحوها لوحدهم يطلعوها من غير أصلي فيه أهالي بتخاف جدا على فكرة يعني ممكن هو يعمل المغامرة بس يقولك لا ولادي أنا أخاف وفكرة صفر برنا أو أنه هو يعمل مغامرة بالشكل ده لا بتقلق حتى لو عملناها مع بعض بعد كده أو عملنا واحدة تانية